سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج المرأة المسلمة وبصلي أنكم تكونوا جميعا في نعمة الرب ومحبته النهاردة بقول للعابرين النهاردة اللي مازالوا في أماكنهم اللي بيصلوا من أجل أهلهم أنتم في المكان الصحيح يمكن مش أول مرة أقول لكم الحكاية دي أنا دايما بقول لكم أنه أنتم في المكان الصحيح مدامتم معتمدين على الله اللهم اختاركم تكونوا في المكان ده رسالة لي مسؤوليتكم الصلاة من أجل اللي حواليكم وأين كانت ظروفكم إيمانك بالمسيح وإيمانك بالمسيح بيعطيكي قوة ومسؤولية وسلطان روحي مسؤولية جديدة إنكم تكونوا شهادة ومثل لشخص المسيح أينما كنتم وإنكم تصلوا من أجل كل اللي حواليكم حتى في وقت الاضطهاد حتى في وقت الألم حتى في الوقت اللي أنتم يمكن مش عارفين فيه على حسب المرحلة اللي أنت فيها في الإيمان إذا كنت متهد إذا كنت لسه ما قلتش لحد إذا كنت مش عارف عمق الحياة مع المسيح لسه لكن أنت تعلم أن هناك إله أحبك وأحبك ويقف معك في كل مكان وعدوا إنه لا يتركك ولا يهملكم أنا بشارككم الرسالة دي النهاردة خاصة لأنه رمضان ابتدى مبارح ورمضان ده شهر صعب عليكم وعلى المسلمين اللي بيؤمنوا بالإسلام ده شهر صعب عليهم جدا المسلمين اللي حواليكم بالتحديد كل واحد منكم حاسس لأنه ده ممكن يبقوا أهلكم لأن الشهر ده بتكتر فيه الحروب الروحية علشان كده مسؤوليتنا كأبناء الله وبنات الله من نفس الخلفية إن إحنا نصلي كل يوم كل الوقت وإن إحنا نصوم من أجلهم مش صيام إسلامي لكن صيام حسب اللي يحطوا ربنا على قلبك أمام الله من أجل كل البلاد الإسلامية اللي منها جدرنا كلنا مصر المغرب الجزائر تونس السعودية اليمن يعني موريتانيا كل البلاد مش هقولهم كلهم لكن في قلبي الدول الإسلامية والمسلمين حول العالم إنهم يعرفوا يشوفوا نعمة تحرير المسيح ويخرجوا من قيود الإسلام وإنه صلوات العابرين في وسط المسلمين في داخل بيوتهم ومجتمعاتهم تكون حسن حماية من الرب ليكم وليل حواليكم بصوا كده في إنجيل يوحنى 8 بيقول كده الرب يسوى كان بيكلم الشعب بيكلم اليهود الأمنوا بي بيقولهم كده إنكم انثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلميذي إنت إثبت في كلام الله في كلمة الله في وعود الله إنت تلميذه إنت ابنه إنت مرسل منه إنت تسمع منه وتوصل ما تقولش اللي على مزاجك وأنا ما قلش اللي على مزاجي أوكي وبيقولهم المسيح كده تعرفون الحق والحق يحرركم فإحنا صلاتنا النهاردة زي ما حررنا الحق في اسم يسوع المسيح الله اللي هو الطريق والحق والحياة يسوع المسيح الظاهر في الجسد كما حررنا الإبن إحنا نصلي أن يكون أهلنا كلهم إن كان جوزك إن كان ابنك إن كان بنتك إن كان أخوك إن كان أخوكي إن كانت والدتك إن كان والدك أعمامك خلانك عندنا وعد من الله إن إحنا نقف في الثغر من أجلهم ولنا سلطان إن إحنا ندافع عنهم ضد الأجناد الشر الروحية اللي موجودة حواليهم علشان الله يحررهم أيضا رمضان شهر صعب ولكنه فرصة لنا إن إحنا نصلي من أجل أهلنا عايزة أكمل الآيات دي معاكم فاليهود ما كانوش فهمين هو أنت حتحررنا من إيه يعني بيقولوا كده اللي أمنوا بيه بيقولوا له إحنا زرية إبراهيم عمرنا ما كنا عبيد لأحد قت فكيف تقول أنكم تصيرون أحرار أجابهم يسوع وقال الحق الحق أقول لكم إن كل من يعمل الخطيئة هو عبد للخطيئة والعبد لا يبقى في البيت إلى الأبد أما الإبن فيبقى إلى الأبد فإن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا أنا بعلن النهار ده إنه كل عبر وعبرة اليوم استعبدهم إله الإسلام بالخطيئة بالعبودية لي بالأفكار الشريرة الله النهار ده حررك أنت لست بعد عبد أنت لست بعد عبد أنت ابنة وابنة ملك الملوك وأنت ابن ملك الملوك حررك الرب حرية روحية وحرية من الخطيئة تنتصر عليها كل يوم فوق كل لحظة فأنا بأعلن أنه حريتكم وعدقوكم من المسيح نصلي الآن من أجل أهلنا ومن أجل أخواتنا المقصورين تحت نير هذه الخطيئة في اسم يسوع المسيح وبسلطان روح القدس إحنا بنصلي إنه في هذا الشهر كل مكان فيه مؤمن فيه عابر فيه مسيحي مكرس الله يكون فيه إعلان لشخصك يا رب وإنه لا تمنع كلمتك عن الوصول لمحتاجيها أبدا في اسم يسوع وإنه لا يسكت صوت روح الله المتكلم فينا في وقت الحاجة في اسم يسوع المسيح وإنه إعلاناتك تكون حاضرة في قلب إخواتي وأمام المحتاجين لها يا رب اعطينا مسئولية حقيقية تخلينا نرى متى نتكلم ومتى نصمت ونصلي أمين إخواتي كل المحبة لكم النهر ده بقى عندي حلقة خاصة جدا لكم حلقة اليوم بعنوان قناة الحياة عشرين عام في الرد على أكاذيب الإسلام قناة الحياة بدأت العمل في عام 2003 ومن 2003 إلى 2023 ونحن نعمل بنفس المنهج ونفس الرؤية ودي حاجة كبيرة مش صغيرة خليني أقف هنا وقول لكم أنه عشرين عام والله خصص عمل خدام الرب في قناة الحياة وكرس حياتنا كلنا لكشف الأكاذيب اللي أصارتنا لأجيال كثيرة بستخدم كلمة أجيب الإسلام لأنها فعلا يعني من أهم تخصصات قناة الحياة أنها تجد كذبة في الإسلام فأخدام القناة عموما يعني أنهم يجدوا كذبة ويضعوا أمامها حقيقة يسوع المسيح في نبزة في كتاب في برنامج في كلمة في صلاة في تضرع أمام الله من أجلكم فمنذ البداية كان هدف تأسيس الخدمة دي هو إعطاء فرصة لأهلنا من المسلمين أن هم يعرفوا الحقيقة عشان يسمعوا ما لم نسمعوا إحنا أو نعرفوا إحنا عن الإسلام وتعليمه المختبئة في سرديب الكتب الإسلامية اللي إحنا يعني نبص للكتاب كده وننبهر ونبقاش عارفين نقرأ إيه ولا إيه وحتى لما نقرأ إحنا نقرأ بركات مش فهم فالدارسين للإسلام في مجتمعاتنا عموما قلة كانوا قلة لكن من عشرين سنة حصل تغيير وهو ظهور حقائق كتابية وحقائق عن الكرآن وحقائق عن أكاذيب الإسلام أبهرت الناس فخلتهم يبصوا ويبحثوا ويدوروا بنفسهم سرديب الكتب الإسلامية دي ما كانش حد يعرفها وأيضا كانت موجودة في صدور بقى الشيوخ والمعلمين اللي لم يوصلوا لنا منها إلا القشور إن سألنا يقولوا إحنا عامة مش هنلحق نفهم أنت محتاج يا ابني درجات أنت محتاج درسات أنت يا بنت يا تفهمي إيه دا أنت واحدة ست وهكذا لكن اليوم هذا الأمر تغير لأنه بقت أمامكم أدوات حقيقية عندكم آلاف البرامج تقدروا تتفرجوا عليها وتجدوا هذه الأكاذيب والردود عليها من مصادر إسلامية صحيحة دقيقة كانوا بيدون قشور بس الكفاية كده على قدنا علشان نستمر في السير في طريق إله لا نعرفه خالص نحن لم نعرف خصائص هذا الإله وننحصر في متاهات أعمال بقى وأحمال وتفاصيل تقوص دينية مرهقة تغيب عقلك وتجهد النفس الإنسانية لا نستطيع أننا ننكر إحنا دلوقتي إحنا في النور شايفينها بوضوح لكن أنت وإنت جوة في داخل الإسلام مش حاسس أنك مجهد مش حاسس أنك مش فاهم مش حاسس أنك مش قادر تتواصل مع الله مش حاسس أنه ما فيش حد بيسمعك دي حقيقة لأنه هذا الإله خدع هو نفسه نفسه كاذب فالإنسان يجهد يجهد ولكن أيضاً لازم أقول وبقولها كتير وهفضل أكررها أن أهلنا المسلمين عندهم اشتياق حقيقي لمعرفة الله وخدمة الله لكنهم لم يعرفوا الإله الذي أحبهم دايماً ده بيأثر في قلبي لأنه بشوف فيكم كل واحد من أهلي معرفش محبة الله الساعية ليك الحقيقية خدعنا بأكاذيب عشان كده ده دورنا إن إحنا نوريكم الأكاذيب دي ونديكم الأدوات في إديكم لأنه الله خلقك عشان يكون ليك حق إنك تعرفه هو بينك وبينه بشكل شخصي الإنسان ما يقدرش يدرك الأمور دي إلا إذا شاف نور حقيقي وده اللي يعني بيحصل في بداية الإيمان في بداية قناة الحياة كان في شخص لمسه المسيح اتغيرت حياته وعرف نور المسيح فقرر إنه هو يشارك هذا النور مع العالم والرب أرسل الأخوة ويعني بعد مجهود كبير الرب عضادهم إنه مع إخوة ليهم نفس الرؤية ونفس الاشتياق لخدمة الله من خلفيات مختلفة ما كانش فيه وقتها عابرين من خلفيات إسلامية يشتركوا في ده لأنه يعني العابرين كانوا نادرين من عشرين سنة أوكي الرب أعانوا وبدأ العمل الأخ ده هو الأخ هارون وإحنا يعني مش بنعطي مجد لشخص ولا هو بيحب ده لأنه راجل اختفى وراء العمل كله لسنين طويلة ولم يضع نفسه أمام كاميرات ولا ولا في برامج ليس لأنه قادر ولكن لأنه خلف الخدمة يرفع الخدام ويعرف دعوته تماما إحنا يعني بنشكر رب من أجله وبنشكر أنه رب لأنه كان شخص صاحب رؤية ويقودنا جميعا أنه نلتزم بهذه الرؤية اللي أعطاها لنا الله إحنا بنعطي المجدة للرب وليس لأفراد ولكن أنا ببتدي القصة من البداية معاك وعشان تعرفوا أن كل واحد منكم كمان لي دعوة ومسؤولية وأنك تعتمد بعد اعتمادك على الرب أنك تعتمد على الرب أنه رب هو اللي ينمي هذه الموهبة ويأتي بالثمر من خلال حياتك إحنا بس أمثلة لناس دعاهم الله أطاعوا تابعوا قدموا الرب هو اللي أثمر ليس لأحد فينا كرامة ولا صلاح شخصي من أهم الأدوات اللي إحنا بنستخدمها في قناة الحياة وعلى كل برامجنا هي أداة كشف الأكاذيف زي ما قلت لكم إظهار الحقائق الكتابية علشان أكشف أكذوبة لازم أوريك الحقيقة فين فعشان أوريك إن هذا الإله يعني لا يصلح إنه يكون إله لأنه خصائصه لا يمكن إنها يعني تكون لله الخالق لازم أوريك شخص الله الحقيقي وده اللي عملنا في برامجنا إذا كان من ناحية شخص الله أو من ناحية الرسائل مين هم الأنبياء هل محمد نبي ولا لأ إيه يعني مفهوم العمل الشيطاني يعني تبلور في الشكل ده في الكتب الإسلامية والثقافة الإسلامية عموما وإزاي ربنا بيكشفه بنور المسيح إحنا بنحاول إن إحنا نظهر الحقائق الكتابية والروحية اللي الشيطان عايز يخلينا مقصورين فيها وإحنا يعني جميعا على كل برامجنا بنعمل كده إذا كان يعني مش بتكلم على برامج الهوى فقط ولكن كل برنامج في خلال الـ 24 ساعة السبعة أيام في الأسبوع كل برنامج على قناة الحياة من الترانيم للترانيم البرامج الإسلامية للبرامج الروحية للبرامج الخمس دقايق للساعتين كلها برامج قدمنا منها لكم الألاف من الحلقات بتحتوي على كشف الأكاذيب وطرح الحقائق والرد على الشبهات البرامج 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 دي سروة ثقافية وروحية ثمينة ستبقى لأجيال كتير وسمعتم على يعني كل برامجنا شهادات واختبارات تؤكد أن هناك ثمار لعمل الرب في حياة العابرين وملايين منهم حول العالم كل يوم بتصلنا رسائلهم لما حطينا الإعلان ده على صفحة قناة الحياة أسعدني جدا أني أشوف أول تعليق كان العابر بيقول أنا قبلت الرب في عام 2007 عن طريق قناة الحياة ليك المجد يا رب ليك المجد يا رب هناك الملايين عبر السنين العشرين الماضية حنوريكم بقى خلال السنة والأيام اللي جاية بعد هذه استمار الرائعة لأول مرة في تاريخ الإسلام بتشوف شهادات مسلمين ومسلمات بيلمسهم نور المسيح فتتغير حياتهم بالكامل من شاول لبولس من ظلمة لنور وإحنا بنشكر الرب كثيرا أنه استخدم منبر قناة الحياة بجملته بكل العاملين في خلف البرامج وأمام الشاشات أنا كان لازم طبعا يبقى قدامي كلينيكس لأنها حرقة بالرغم من أنها معلومات لكنها مؤثرة من أهم الكتب اللي عملناها في بداية الخدمة هو كتاب عقلة قناة الحياة كتاب عقلة قناة الحياة ده كتاب موجود إنجليزي وعربي وفيه قصصكم حكاياتكم طبعا من غير ذكر أي أسامي فيه شهادات صعوبات ناس مرد بها لكن بقى صواتكم يعني عربي وإنجليزي ده مجرد لمحة من اللي الرب عمله في العالم الإسلامي بنشكر الرب جدا على هذا الأمر في بداية عمل قناة الحياة الحياة لازم أقول أولا إن قناة الحياة هي جزء من خدمة الحياة يعني القناة هي خدمة واحدة جزء بس من خدمات كثيرة بتقدمها خدمة الحياة وأنا قررت إن أنا أشارك معاكم النهاردة جزء آخر حبلوره شوية أكتر لأول مرة يعني هعمل كده لإنه جزء هام جدا وهي خدمة مطبوعات الحياة الكتب اللي احنا تكلمنا عنها هنا وهناك يعني من كده دي خدمة هامة جدا لإن فيها عصارة بقى التعب كله بتاع الخدام ومش بس اللي بتشوفوهم على الشاشة ده هناك فريق يعني لا حصر له وراء الكتب اللي بتطلعوا اللي بتشوفوها على الشاشة والناس اللي بتراجع آلاف وآلاف من الصفحات والمراجع والمطبوعات عشان نطلع لكم مثلا كتاب زي كده خليني قبل ما أتكلم على المطبوعات الحديثة أنا عايزة أقول أنه في بداية الخدمة كانت من أول المطبوعات أولاد إسماعيل وبنات إسماعيل في الكتابين دول هما لسه موجودين عندنا وتقدروا تطلبوهم من القناة في الكتابين دول فيهم شهادات العابرين وقصصهم يعني من بأسلوبهم وبطريقتهم وقصص حقيقية الكتابين دول مميزين جدا ليه؟ لأنه الوقت اللي اتكتب فيه الكتاب الكتابين دول يعني كانت القصص دي ندرة وكانت الصعوبات اللي بيمروا بيها العابرين في الوقت ده قصية جدا جدا فيعني هتشوفوا فيها قصص ناس تسجنت وناس تعذبت ويعني حاجات حقيقية وناس منهم كتير جدا لسه موجودين إلى اليوم فدي صاروة بالنسبة لي دي صاروة هناك حقيقة يجب أن يواجهها العالم الإسلامي بالكامل أن عمل المسيح اخترق العامل العالم الإسلامي خلاص خلصنا في ملايين من المسلمين الآن بيأتوا لمعرفة المسيح وبيعيشوا حتى في وسط أهلهم اليوم الحياة تغيرت من وقت ما أنا وأمي جينا للمسيح ومثلا الأخ هارون يمكن في خلال في قدون سنوات إحنا من بعض من أوائل العابرين ما كانش فيه لا حاجات خاصة معمولة لين احنا نقراها ولا فيه تلمزة بصورة خاصة ولا كاناء استقبالنا بصورة خاصة الصعوبات كانت كبيرة جدا في داخل بلادنا كان نادر جدا ان احنا نعيش مع فواسط عابرين لكن النهاردة ده بيحصل بقى عندنا خدمة قناة الحياة بتلمنا بيبقى عندنا صلوات مع بعض أونلاين ولا كنائس خاصة بالعابرين وهكذا خليني هعملكوا حلقات خاصة على ده أنا بس بوريكم يعني التغيير الكبير اللي حصل فيه خلال العشرين سنة دي خدمة المطبوعات بقى خدمة هامة جدا لانها بتديلك انت كباحث اليوم كعابر كشخص مسلم باحث او شخص مسيحي باحث او شخص جديد في الخدمة او عابر جديد او عابرة جديدة بتديكم أدوات هامة خلاصة دراسات خدام الرب في القناة موجودة في الكتب اللي هكلمكم عنها النهار ده كتير جدا الناس بتكلمني تقولي احنا عايزين المراجع اللي انتو بتستخدموها كتاب معضلة القرآن لو كنت بتدور على مراجع للقرآن وتفصيل للقرآن هنخلي تحليل وبيان بعد دي كتاب معضلة القرآن ده معمول منه أجزاء ثلاث أجزاء التلاث أجزاء دول هقولكم دلوقتي تقدروا تشوفوا فيهم بس خليني أقولك ليه ده مهم الكتاب ده راجعوا خدام يعني ليهم مواهب مختلفة ودراسات مختلفة ودراسات عليا وتخصصهم في دراسة الإسلام بصورة مخصصة يعني مثلا لما تيجي تتكلم على واحد زي الأستاذ مالك مسلماني انتو بتشوفوا برامجه قد ايه هو مفصل وكلامه من كل الكتب الإسلامية بكل المقارنات بالحديث والقرآن والتفسير وأسباب النزول وكل برامجه اللي موجودة بتشوفوا انها فيها يعني تفصيل غير عادي هتلاقوا التفصيل ده في معضلة القرآن هتلاقوا التفصيل ده في القرآن تحليل وبيان والأستاذ مالك واحد أحد أهم إخواتنا اللي بيكتبوا بشكل مستمر مكرس روحوا لهذا العمل فالكتبات مفصلة لو حابة بس حابة أوريكم زمان عملنا كده لكن أنا حابة أوريكم داخل الكتاب هتلاقوا الأجزاء التلاتة فيها تفصيل آيات القرآن يعني بشكل تدريجي كل كتاب فيه جزء من القرآن فشوفوا الجزء بيبقى كده وملون وفيه إزاي تقرأ الكتاب وإزاي تجد مثلا فين الاختلاف الصور اللي مختلف فيها المفسرين القراءات اللي اختلف فيها المفسرين وهكذا من مميزات كتاب معضلة القرآن إنه فيه حاجات هامة جدا ما تعودناش نسمعها إنتوا سمعتوها على قناة الحياة لكن لم نقرأها بهذا الترتيب إلا فيه التلات أجزاء بتوعه معضلة القرآن وده إنجليزي وعربي كيه وتقدروا تقروا الحلقة دي مش إعلان الحلقة دي المجد ربنا لكن أنا عايزة أديكم الأداة وأديكم إزاي تلاقوها على أمازون تقدروا تطلبوا كل الكتب اللي إحنا أصدرناها من كتاب من قناة الحياة لكن أيضا خلينا نحط الرابط لخدمة The Water of Life Water of Life اللي تقدروا تدخلوا عليها وتعملوا أردر لكل أنا الحياة مش شايفة بس That's okay طيب إيه اللي تقدروا تلاقوه في معضلة القرآن الأجزاء التلاتة هتلاقوا محمد وشخصية جبريل يعني تفصيل لقاءات محمد بجبريل مش موجود في أي كتاب تاني الجامع القرآن الترتيب المسيب بتاع القرآن جزي النسخ والمنسوخ من أهم الكتب اللي اتعملت على النسخ والمنسوخ هما التلات كتب بتاعت معضلة القرآن الصور المكية والمدنية وهكذا وحوريكم بعض الأجزاء التانية اللي فيها تفصيل أكتر عن مواضيع هامة في الإسلام مش هقدر أتكلم على كل كتاب يعني لو كلمت على كل كتاب ساعتين مش هخلص لكن أنا عايز أقول لكم بشكل سريع أديكم لمحة كتاب القرآن تحليل وبيان أيضا هو يعني مشابه جدا لنفس الفكرة في تحليل القرآن وكده وده الأستاذ مالك مسلماني والأستاذ محمد المسيح وخدام قناة الحياة أيضا مشتركين فيه تقدروا تشوفوا بس الشكل خلينا نشوف السلايد بتاع التحليل وبيان ده القرآن تحليل وبيان شوفوا داخل الكتاب بقى هتلاقوا فيه يعني الكتاب معمول نشوف السلايد ده اللي بعد كده نقدر نشوف السلايدات كلها يعني الجداول اللي في الكتاب هي أهم حاجة هتستفيدوا منها لأنك هتشوف مقارنات يعني الحقيقة مش موجودة فيه أماكن أخرى وبعدين الحاجة المهمة في الكتب دي أيضا أنه فيه خلفية كل كتاب هتلاقي مراجع اللي أنتو بتسألون عليها دائما يعني هكتفي بالكلمة دي عن الكتابين دول بعد كده خلينا نشوف السلايد اللي بعد كده وهو كتاب مخطوطات القرآن للأستاذ محمد المسيح وأيضا خدام قناة الحياة اللي بيشاركوا في تنقيح والتأكد من أنه كل حاجة في مكانها المزبوط لكل أي حاجة يتصدرها خدمة قناة الحياة أنا عايزة أقول حاجة إحنا ليه سمينا الحلقة دي أكاذيب أكاذيب الإسلام لأنه في كل كتاب من اللي هنقدمه أو نبزة من اللي هتشوفوها هتشوفو أنه فيه أكاذيب عشنا بيها يعني مثلا أنه مثلا أنه القرآن نزل بلسان عربي مبين وإحنا نقول يا سلام مفيش حاجة بقى فوق العربي ده فطلع مثلا لما تيجي تبص ليه الكتاب المخطوطات هتكتشف أنه مفيش المخطوطات الكاملة اللي احنا كنا فاكرينها وأنه مثلا جمع القرآن إزاي حصل تشوف جمع القرآن إزاي حصل بطريقة مفصلة وبسيطة وكده وتشوف أنه يعني أنه القرآن مثلا أنا قبل ما أجي للمسيح وقبل ما أتعرف على خدام قناة الحياة وابتدي دراستي بشكل مختلف ما كنتش عارف أنه في حاجة اسمها أنه القرآن كان غير منقود يعني إيه غير منقود يعني الخدام الرب شرحوا كتير كده حكاية غير منقودة لكن أنا بأؤكد لكم جميعا أنه النهاردة من اللي بيسمعونه آلاف الناس بيسمعوني الآن لا يعرفوا أنه القرآن كان غير منقود وأنه تنقط في عهد مختلف تماما وأنه هذا التنقيط والعلامات اللي بتوضع على الآيات القرآنية مثلا ممكن تخليك تقرأ الآيات كلها بصور مختلفة وأنه فيه قراءات مختلفة تماما وأنه فيه ناس عندها قرآن بيقول كلمة فيها في بلاد تانية قراءات تانية بتقول حاجات مختلفة خالص في نفس الآي وأنه فيه كلمات بتكتب بصورة تجعل القارئ يتلخبط يعني أنا هقراها إزاي دي ألف ممدودة ولا ياء يعني فالحقيقة بنكتشف مثلا فيه موضوع الكتاب ده مخطوطات القرآن إنه القرآن كان حذر فذر يعني أنت علشان تشوف آدي المخطوطات الحقيقية دي مخطوطات حقيقية ومقارنات بين المكتوب النهاردة في القرآن واللي كان ممكن يبقى مكتوب أنت ممكن تحذر أي حاجة تانية ده كتاب مهم جدا المعلومة دي مهمة ليك دحكوا علينا بأكاذيب فهمنا افتقرنا إن إحنا في إيدينا بقى يعني حاجة لم تحرف ولا تلمس وخسل إيدك قبل ما تلمسها ولازم تتوضى والستات ما تلمسوش وقرب عينيك خليني أخذ الأخت في الريال أهلا بيك يا أخت في الريال تفضلي أخذ أماني سلام من عمد المسيح معاك نعمة الرب تغتيك يا حبيبتي شكرا آمين أنا إحنا قبل كل شيء أحبك لك بأمانة الله يوميا إحنا نصلي للعابرين آمين ونصلي لقناة الحياة ولي كل الخدام في قناة الحياة الرب يبارككم ويتمجد في ختمتكم أختي أماني إحنا نشكر الرب نشكر الرب على التكنولوجيا اللي هلأ يعني ده نسمعها اللي كشفت حقيقة الإسلام آمين الرب يسوع المسيح هو حق وكلام حق وقال بفمه الطاهر شكرا لأنه ليس شيء خفي لا يظهر ولا صار مكتوما إلا اللي يعلن أمين جاءت قناة الحياة وغيرها من القنوات الأمينة المسيحية وكشفت الإسلام يعني كيف كيف أنا أسأل الأخوة المسلمين لو شوية يفكرون كيف يعبدون إله ماكر ومنتقم وجبار وقهار هل أنا لو عندي يفكرون لو عندنا صديق ماكر وإحنا نقدر أن نستمر في صداقته فكيف إنه الله هو ماكر يعني إذا أنا كنت ماكرة وبعدين بالنهاية ميته وطلعته هو يحاسبني لازم أنا حاسبه أقل له أنت علمتني المكر والخداع والانتقام والقتل والإرغاق دا حيتحاسب كثير قوي على فكرة كده دا حيث أليك سؤال يا فريال عيث أليك سؤال أنت المعلومات اللي عرفتيها عن إله الإسلام هل عرفتيها قبل مشاهدتك لقناة الحياة والذي كانت بداية صدقي بأمانة الرب يا أختي أماني ما كنا نعرف كل شي عن الإسلام يعني نعرف أشياء بسيطة جدا وحتى أنا من كنتوا من الناس لما يصلون أنا أقول آمين معاهم وانا ما أعرف هم كانوا يدعوني ويسبونا وغيرها وغيرها أو اللي أوصلنا تقبل الله وغيرها حج مبروك لكن نشكر الرب تعلمناها من قناة الحياة تعلمناها من قناة الكرمة من أبونا الفاضل قم الزكري أقولها بكل صراحة نشكر الرب اللي أنت منورتنا يا أختي أماني المسيحيين قبل المسلمين أنا خليني أقول معاكي خليني أقول معاكي إحنا قناة الحياة بنعدد كل خادم وقناة بتقدم كلمة الرب للمسلمين بأمانة طبعا بنصلي من أجلهم في صلواتنا الخاصة كل القنوات فيعني أنا بس النهاردة بتكلم على تخصصنا لكن أنا معاكي وإحنا بنصلي من أجل الجميع لأنه هدفنا هو أنه كلمة المسيح توصل للمسلمين أنا بشكرك وإنتي صديقة غالية وبفرح بيكي دايما يا فريال ربنا يباركك لأنك بتخدمي أنا عايز أقولك حاجة لأنك خادمة وفوست المسلمين في آخر الحلقة أنا هتكلم على النبز بتاعتنا عمرك شفتيها النبز دي تقدروا برضو تدخلوا من على نفس الويب سايت تطلبوها حتنبهري بعمل الرب في النبز دي النبزة صفحة أو صفحتين بالكتير بترد على كل أكاذيب الإسلام ضد المسيحي فبصلي إنها تكون أداة من الأدوات اللي أنت بتستخدميها كمان آمين آمين شكرا رب يباركك حاوبتي وإنتي كمان أشكرك جدا ربنا يبارك ومع السلام مع الله معك ومعك حاوبتي في كتابين كمان مهمين أو يخليني أشوف السلايد اللي بعد كده آمي هو الإسلام عقيدة وتطبيق الكتاب ده في شايفين هو تأليف نخبة من خدام قناة الحياة حقيقي عايزة أشكر كل إخواتي اللي بيشتغلوا في الكتابات كلهم يعني أسامي كبيرة ومعروفين وكده مهمهمش ان يتحط اسم واحد منهم هنا فأنا بشكر ربنا من أجل محبتهم للرب وخدمتهم المتفانية دي الكتاب ده هتشوف فيه بشكل مبسط وكلمات سهلة أكتر احنا عارفين انه الحاجات اللي بيبقى فيها الكتب اللي بيبقى فيها حاجات علمية كتيرة ومراجع إسلامية عويصة شوية بتتعب القارئ اللي عايز يقرأ حاجة سهلة لكن ده لغته سهلة شوية فحتلاقي فيها حاجات عن دراسة عن محمد نفسه البدايات الأولى نشأة الإسلام بيتكلم عن القرآن وبيتناول القرآن بشكل محوري جدا حسب اعتقاد المسلمين يعني يقولك ده آخر كتابات آخر رسائل الله فإحنا في الكتاب ده بنقول لا مش ما كانش ما حصلش وليه مش ممكن يكون كمان فالمرأة برضو العقيدة التقية في الإسلام والكلام ده كله والجهاد مثلا فده كتاب مهم جدا خليني بقى أوريكم الستايد اللي جاي ده كتاب لسه مطلعش يعني لسه ده أنا ما شفتوش لسه لكن أنا حب جدا أني يعني أقول لكم عن الكتاب ده محمد ما قبل محمد فالمؤلف بيقدم لنا الأستاذ مالك مسلماني بيقدم لنا قراءة جديدة لشخصية مؤسس الإسلام من سنوات تكوين وحتى بدايات الدعوة في مكة قراءة موضوعية وعلمية فحتلاقي يعني عملية تدقيق كده في الأصول والمصادر التاريخية الإسلامية ومين الشخصيات المحورية اللي كانت في محمد بتعلمه وبتلقنه أو هو اقتبس من مين وهكذا يعني بقدر الإمكان على قد ما عرفت عن الكتاب ده لكن الكتاب يسلط الدوق على الحاضنة الثقافية والاجتماعية لمحمد ويكشف النقاب عن رعايته ومعلمين والمؤلف الآخر بيتعرض لأحدى أخطر المسائل بخصوص نبوة محمد فإذا كان محمد بيعتقد أنه رسول من السماء يحمل رسالة جديدة كما يقدمه الأدب الإسلامي أم أنه وعيه لذاته كان له طبيعة أخرى فدي نقطة مهمة جدا يعني هل ده كان تأليف محمد ولا حد الداله ده حنشوف الأستاذ مالك هيخدنا في رحلة رائعة جدا كالعادة بشكل مبسط ومرتب كما عودنا بصلني أن الكتاب ده يكون بركة ليكم أعتقد أنه هيكون متاح لأنكم تطلبوه من أي مكان في العالم برضو على أمازون وعلى Water Life الويبسايت الموجود أمامكم دلوقتي دلوقتي حبة أن أنا أتكلم عن كنت حبة أتكلم على الكتابات لكن الكتابات دي موجودة عربي وانجليزي برضو في حاجات كتير موجودة عربي وانجليزي فالكتابات دي برضو حاجة مهمة جدا إحنا بنشتغل عليها مثلا التقية في الإسلام تلخيص مصادر التقية في الإسلام كله موجود هنا وإيه يعني إزاي أنه الخداع اللي فيه إصرار جزء من التركيبة تركيبة الثقافة الإسلامية إله الإسلام بيعلموا لشعبه عشان يخلصهم من حاجة أنا لا أقول إن المسلمين خدعين أبدا لأنه كلنا جوانا ضمير أنا بقول إن إله الإسلام يعلم الخداع بقول إن إله الإسلام برضو القرآن والمسيحيين واليهود التعامل مع المسيحيين واليهود عندنا كتاب مثلا أيضا سورة السيف قاية السيف نشوف اللي بعد كده الكتاب الكتاب الآخر اللي حب أكلمكم عنه هو الكتاب اللي بيتكلم عن آية السيف اللي هي سورة التوبة الآية خمسة اللي ألغت آيات السلم في القرآن كله وليه إحنا متأكدين إنه دي ألغت ده لأن السورة دي نسخت كل آيات السلم والمهدنة في القرآن فما بقاش بقى فيه لكم دينكم وليا دين أو من شقف اليؤمن ومن شقف اليكفر البيتحك علينا بيها الشيوخ دلوقتي دي آية ناسخة لما قبلها وإلا كذب إله القرآن أو محمد والنسخ والمنسوخ جزء من التركيبة القرآنية ما تقدرش تشيله لأنه لو شلته هيحصل عدم اتزان في الكتاب أو الكتاب الصغير ده هتلاقي فيه تفصيل لهذه الآية لأن هذه الآية بالذات كان لها قوة عبر التاريخ الإسلامي أنتجت إرهاب وإرهابيين نراهم إلى اليوم في كل كتبنا هتلاقي أنه الكتاب بيقدموا أراء الفقهاء القدامى والمعاصرين وبيأكدوا الفكرة بتاعتهم من خلال ده إحنا لا نعتمد على أفكارنا الشخصية فهي إحنا نعتمد على روح الله وعلى تقديم كلمة الله والحقيقة من خلال تقديم كلمة الله في معظم كتاباتنا ولكن المهم أن أنت تبقى عارف أن المصادر الإسلامية التي نقدمها مصادر حقيقية زي سورة التوبة وأثرها على حياتنا يعني مثلا في موضوع سورة التوبة إحنا شفنا أثر هذه الآية على حياة مئات الألاف من الناس اللي طردهم داعش والجامعات الإسلامية فأتلوا هجروا أثروا لأنهم تأثروا بروح الشر من هذه الآية فقط خليني أروح بقى للنوباز النوباز اللي معنا يعني إحنا عندنا عدد كبير من النوباز وما زلنا ننتج الكثير منهم في النوباز دي حتلاقي أنه خلينا نشوف السلايد الأولاني حتلاقي أنه إحنا بنقدم معضلة أو شبهة بيقدمه أو سؤال بيقدمه لنا القرآن أو المسلمين أو كذا فمثلا دي هل المسيح هل صلب المسيح أو شبهة له فموضوع هل صلب المسيح دي من خلال آيات هامة في القرآن ومن خلال آيات هامة بإثبات من الإنجيل ومن التاريخ هتجد إجابة في الصفحات دي عربي وإنجليزي رد سهل لأنه ما فيش رد يكون قاطع أكتر من الدليل الكتابي والتاريخي أيضا فدي من أهم النوباز اللي موجودة عندنا خليني أشوف بعدها ما معنى أن المسيح ابن الله كتير قوي جدا بيسألوني أو بيسألوني عموما الناس يعني إيه المسيح ابن الله يعني إيه هل المسيح ولد من ولادة جسدية من الله مثلا وهكذا لكن إحنا بنقدم هنا الحقيقة الكتابية اللي تخليك تفهم المعنى الحقيقي لكلمة أنه المسيح العلاقة بين الآب والابن علاقة روحية أبدية وليست علاقة جسدية سهل الرد هل اللي بعد كده هل يعبد المسيحيين أو هل يعبد المسيحيين ثلاثة آلهة وحدة الثلاث إزاي تفهم في حديث بين أصدقاء معظم الحاجة أو العديد منها يعني يعني يعتقي في حديث بين مسيحي ومسلم بتكلموا عن معنى وحدة الثلاث ومن وجهة النظر المسيحية وهل ده يمكن أنه يقبل عقليا ولا لأ برضو النفذة دي صفحتين يعني بتعجب جدا أنه كلما رددنا على المسلمين في هذا الأمر تجد أنهم برضو ما زالوا عندهم يعيدوا نفس السؤال بنفس الصيغة ده حاجة سهلة لخدام ربنا كمان أنا نفسي أنه دي النبس دي تكون فئدين العابرين عشان تبقى عارف ومتأكد من الأدوات اللي فئدك الموقع موجودة على الشاشة خلينا شوف اللي بعد كده هل ما معنى أنه المسيح كلمة الله في الكتاب المقدس وفي القرآن والاختلاف على كلمة الله في الكتاب المقدس وفي القرآن دي من أقوى الحاجات اللي تقدر تثبت فيها أنه المسيح هو الله لأن كلمة الله لا تنفصل عنه فهتشوفها بالدليل والبرهان وتقدر إزاي تقدمها للمسلمين خلينا يشوف اللي بعد كده وده ده موجود بالإنجليزي فين القرآن بيقول فين أنه الإنجيل محرف دي برضو من الأكاذيب الإسلامية الهمة جدا لأنه الحقيقة ما فيش إثبات وإحنا حنوريك من خلال النبزة دي أنه ما فيش إثبات ما فيش إثبات على هذا الأمر بعد كده هل الكتاب المقدس الإنجيل واحد ولا أربعة بينشرح فيها أنه الأنجيل الأربعة متى مرقس يحنى هم أشخاص مختلفين كتبوا القصة من وجهات نظر مختلفة ولكنها كلها واحدة تقدم إنجيل يسوع المسيح بصورة واضحة جدا لأنه مركز القصة هو يسوع المسيح اللي يعود يكلموني هو إنجيل أي إنجيل فيهم واحد والأربعة وعندكو إنجيل يسوع ومش عارف إيه لا ما فيش الكلام ده في يعني بالدليل والبرهان تقدر تفهم يعني إيه إنه فيه كتب مختلفة فصول مختلفة كتبت في نفس القصة ولكنها تتكلم عن شخص واحد مصدرها الروح القدس ومركزها يسوع المسيح نشوف اللي بعد كده أنا بحاول أمشي بسرعة يعني هل كرم الإسلام المسيح الخدعة الكبرى الخدعة الكبرى اللي بيقولها لنا المسلمين إحنا بنحب عيسى إحنا بنكرم المسيح لا أنت لا تكرم المسيح لأنك لا تقبل المسيح كإله كامل بألهيته ولا تقبل صليبه ولا تقبل قيمته فأنت تتكلم عن شخص آخر في هذه النبزة الصغيرة هتجد الإجابة على إزاي تعرف أنه من يتكلم عنه القرآن ليس المسيح وليس هناك تكريم للمسيح في الإسلام فلازم أنه هنا يقف المسلم ويسأل نفسه إزاي أنت بتتكلم على شخص بتقول عنه حاجة هو ما قالهش عن نفسه خليه نشوف اللي بعد كده أيضا إحدى الخدع الشهيرة برضو أنه الإسلام كرم السيدة مريم العذراء كيف كرم الإسلام السيدة مريم العذراء وهو أيضا يعني هي زكرة مكتوب في أنها زكرة إهانة لها زكرة بالاسم إهانة لها مش تكريم لها والفقهاء يعلموا ذلك لأنها مكتوبة في الفقه الإسلامي كيه ولكننا لا نستطيع برضو أن احنا نكرم شخص واحدة يكون الله قال لها مباركة أنت بين النساء لأن خطتي ليكي أنه حيأتي منك مخلص البشرية وإنت بتقول أنه لأ فأنت لم تكرم السيدة العذراء مهم الحتة دي كيه تكريم الحقيقي للشخص أنه أنك تعرف قيمته يعني قيمته الحقيقية عند الله هل التوراة اتكلمت عن مجيء محمد طبعا لا وهنا الآيات اللي بيذكروها المسلمين أنه بيقولوا ده نبوء عن محمد وإحنا بنسبت بالدليل والبرهان ما معنى الآيات يا جماعة لازم نفهم أنه الكتاب المقدس كتب باللغات القديمة وأن اللغات القديمة ليها معاني محددة لكل كلمة فلا يمكن أنه الكتاب هيطلع كده يشز عن القعدة في نبوءة ويتكلم عن محمد ويعني يرجع كل النبوءات عن المسيح مثلا لا ده ما حصلش لأنه محمد لا هو نبي ولا أي حاجة هو النبي كاذب فيعني النبوءات التي بتتكلم على على شخص المسيح اللي حيجي يصنع عجائب ويقدم نفسه لخلاص البشرية فلا يصح إنها تكون لمحمد محمد لم يفعل ذلك خلينا نشوف اللي بعدها هل بقى الإنجيل العهد الجديد تكلم عن مجيء محمد لا هنا البشارة كانت عن المسيح بيقول أنا هرسل ليكم الروح القدس المعزي اللي هيعنكم إنكم توصلوا بشارة الإنجيل إنجيل يسوع المسيح النبأ السار روحي أنا روح الله اللي قبله بتلاميذ نشوف نشوف اللي بعد رسالة محمد ورسالة المسيح من المهم جدا في كلمتين ثلاثة إنك تعرف إنه رسالة محمد ليس لها نفس مصدر رسالة المسيح وعجباني أوي السورة اللي حطوها دي يعني الميزان بقى بين رسالة محمد والقرآن والإنجيل لا يمكن إنه هما يتفق أبدا لإن المصدر مش واحد الله يعني اللي هو يهوى لا يمكن إنه يكون نفس الشخص المتكلم لإنه قوانينه غير مختلفة خالص عن إله الإسلام لإنه شخصه مختلف عن إله الإسلام لإن رسالة المسيح جات لخلاص البشرية رسالة محمد جات لمتاهة البشرية فور شور لإنه المتكلم هناك لا قوانينه ومصدره وأسلوبه في الحياة مختلف تماما أيضا عجبني جدا إنه هما ركزوا إنه رسالة المسيح رسالة الله لنا في الكتاب المقدس عموما هي رسالة موجهة لأبناء الله يعني بيدعوهم بيدعوهم أبناء لكن رسالة الإسلام إلى من توجه رسالة الإسلام يعني وإلى أين تقود رسالة الإسلام ده مهم قوي كلمتين ثلاثة لكنهم الحقيقة في منتهى الرواعة ويعني في مقتل يعني الكلام في النبزة الصغيرة دي بالزبط يعني جاي مظبوط جدا خلينا نشوف اللي بعدها هل يتجلى الله هل ممكن إن الله يتجسد ده من الأسئلة الهمة جدا لأنه برضو كذبوا علينا وقالوا إن الله لم يتجسد ولم يتجلى ولا يمكن وإحنا لسا عاملين حلقة على الموضوع وهتلاقوا في كل يعني النبزة دي أنا هاخد منهم أي نبزة عموما يعني النبزة لما تكون فيها خلاصة الخلاصة أو عصارة مثلا كل واحد مننا عمل 3-4-15 حلقات في موضوع تجلي الله ده مثلا هل ممكن المسيح الله يتجسد في سورة المسيح ولا لا وهل الله ممكن يرسل ابنه ويصلب وكلام بنتكلم عليها كل سنة كل البرامج في الميلاد وفي القيامة فالفكرة اللي عند المسلم أنه الله لا يمكن يتجسد يعني الله لا يمكن يقترب مننا في النبزة دي هتشوف لماذا اقترب الله مننا لمحبته ليعتني ليعتني بنا وده شيء دائم في الكتاب المقدس كله بيتكلم عن محبة الله الذي يقترب من أبنائه لذلك أتى في شخص المسيح خليني أشوف اللي بعد كده ماذا تعرف عن المسيحيات دي نبزة أهمة أيضا لأنها يعني الشكل العام أنه الناس بتنظر للغرب وتقول أنه مثلا الغرب فيه ابتزال وفيه كذا لكن الغرب أخذ من المبادئ المسيحية والكتابية سواء كان العهد الأديم والجديد اليهودية والمسيحية أخذ مبادئ وقيم ولكن تصرفات الناس ساعات تخلي المبادئ والقيم دي تبتعد عن الأخلاقيات شوي فمتبصش للغرب وتفتكر أن الغرب كله مسيحي هو فيه أعداد كبيرة مسيحية لكن ده لا يعني أنه الغرب كله مسيحي وأنه تصرفاتهم تتطفق مع المسيحي حتى في الشرق المسيحي المكرس الشخص اللي عايش مع الله تختلف تصرفاته تماما عن المسيح اللي عايش لنفسه مش كده أنت بتمثل مين ففي النبزة دي فيه تركيز شوي على الفكرة المغلوطة أنه الغرب فيه فساد وأنه هما دول اللي يعني بيصوروا المسيحية أنت تعرف إيه عن المسيحية عشان تعرف المسيحية لازم تعرف عن شخص المسيح وكيف يقود المسيح الإنسان إلى حياة مليئة ومركزها القداسة خليني أشوف اللي بعد كده الوضوء دي آخر حاجة هتكلم عنها أهمية الوضوء كعلامة يرتكز عليها المسلم على أن دي بتعمل طهارة وتنظيف ومش عارف إيه الحقيقة إنها تشتت الإنسان عن معنى الطهارة الحقيقية زي الحجاب يشتتك عن طهارة وعفة القلب وهكذا الحاجة الأخيرة عايزة أوريكم خلينا نشوف السلايد الأخير أو اللي قبله لما تدخلوا على الويب سايت هتقدروا إنكم تشوفوا كل المطبوعات وإنه دي ممكن كمان نبعتها لكم تختاروا منها أنتو عايزين إيه من النوباز وتقدروا تطلبوها من الويب سايت وتملو الاستمارة دي وتجيلكوا الكتب في أي مكان أنتم فيه أنا بشكركم بصلي إنه حلقة النهاردة تكون المعلومات الكتيرة عملت لها ضخ دي تكون السبب في بركة لم نرتكز على تقديم المعلومات دي والكتب دي والنوباز دي على عمل شخصي أو فردي أو كرامة لإنسان فينا أو مجد لأحد الأشخاص اللي طلعوا من على البرنامج لم أذكر شخص على التلفزيون ولا على برنامج ولكني أذكر شخص المسيح الذي عمل فينا كفريق خلف الكاميرات أمام الكاميرات في بيوتنا الناس اللي بتصلي معاكم نحن نعطي المجد في عشرين سنة صنع مجدا لإسمه في وسطنا الرب يبرككم وإلى اللقاء